خلي نستفيد من أهل البيت احنا شن نعتقد بالسيدة فاطمة الزهراء شن السيدة الزهراء بالنسبة لنا عليه السلام مو قدوة اشقد عمر السيدة فاطمة الزهراء لما رحلت من الدنيا عمره 18 سنة ولكن انظروا للسيدة الزهراء تدخل إلى المسجد وتدرس القرآن السيدة زينب بس نبكي على السيدة زينب نسيت السيدة زينب تدخل إلى المسجد وتدرس النساء يطلبون من لبام أمير المؤمنين أن تأتي السيدة زينب ليش السيدة زينب نجحت في حياتها ليش السيدة فاطمة الزهراء نجحت في حجابها لأنها أطاعت ربها اسمعوني جيدا بنات التي تطيع الله حياتها طيبة والعصر الله يقسم بالعصر العصر يعني العصر يعني الزمان يعني عصر يوم القيامة عدت معاني والعصر إن الإنسان لفي خسر كل إنسان إلى نهاية إلى خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح هذا المهم العمل أقعدوا مع أنفسكم حاسبوا أنفسكم راجعوا أنفسكم الإمام الباقر عليه السلام يقول حاسبوا أنفسكم ولو باليوم مرة أقعد خمس دقائق أراجع أعمالي أراجع سلوكي لا تقولي ما أقدر قولي أقدر الله مطينا العقل الباطن قولي أقدر بإمكاني ما أقدر أنا ضعيفة أنا قطعت فيها ورجعت لأ أبدا أتكون عندي إرادة الله تبارك وتعالى مطينا إرادة قوية مطينا إرادة صلبة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة